أعلنت الحكومة عن إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي الذي يشمل التجبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير فعاليات معرض فرص بلدنا وهو المعرض الأول المتخصص في قطع غيار المكينات والمعدات وخطوط الانتاج لأول مرة على أرض مصر تأتي فعاليات النسخة الأولى من معرض فرص بلدنا الذي يمثل فرصة لعرض وتوفير قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الانتاج المختلفة معرض يأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم ومساندة الصناعة الوطنية وإلاء الأولوية للمنتج المحلي وتعظيم المكون المحلي داخل الصناعة المشاركة في المعرض النهاردة احنا عرضين كشركة محتاجين قطع غيار بدل من جيبها بالاستراد فنحاول بقدر امكان ان احنا نستغل المعرض ونستغل الفرصة الموجودة فيه وان احنا نشوف الشركات وقد ايه هيساعدونا في قطع الغيار اللي هي بنجيبها الاستراد وكده المشاركة في المعرض داخلنا عشان نعلم الناس نعرف بعضيها احنا كمصنع بنصنع قطع غيار لازم نعرف الناس اللي محتاجانا واحنا ده برضو بنحب نقدم خدمة تصنع المحلي ونعمق تصنع المحلي في مصر عن طريق حاجات كتير اوكات بتصوب من بره فذاته بنصنعها محليا بنوفر عملة صعبة ونوفر بنوردها بطريقة اسرع وينظم فعاليات المعرض مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من فبراير الجاري طبعا بناءنا على تعليمات معني وزير التجارة والصناعة بالاهتمام بملف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة محليا فجاءت الفكرة ان احنا في وقت قليل جدا نظمنا اول نواة لمعرض سلبي يمكن مصر كلها بتقول معرض سلبي يعني ايه فيه سلبي وفيه ايجابي هو معرض سلبي لعرض المستلزمات الانتاج المستوردة اللي يمكن انها تكون فرصة لعدد من المصنعين المحليين فدي تعتبر حلقة ونوال التواصل ما بين المصنعين واعلنت وزارة التجارة والصناعة اعادة اطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى تمكين التصنيع المحلي والذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلية للمكونات وقطع الغيارة وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى وايضا الترويج للاستثمار الصناعية من خلال قائمة تضم مائة واثنتين وخمسين فرصة استثمارية اعدها مركز تحديث صناعة وتضمن الافتتاح اطلاق المرحلة الاولى من منصة علامة بكل فخر صنع في مصر للمنشآت الصناعية مما يساهم في تعزيز تنفسية المنتج المصري اقليميا وعلى المستوى الدولي وتحظى نسخة هذا العام من المعرض بمشاركة اربعين شركة صناعية مختلفة تمثل عددا كبيرا من القطاعات الانتاجية في اسواق البترول العالمية تراجعت اسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة التي تسجل تراجعا اسبوعيا بعد ان اشار احد صناع القرار في البنك المركزي الامريكي الان تخفضات اسعار الفائدة قد تتأجل لشهرين اضافيين على الاقل وانخفض سعر العقود الاجلة لخام برينت بنسبة 2.5% الى 81.62$ للبرميل في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي بنسبة 2.7% الى 76.49$ وتراجعت ايضا اسعار المزودة عالميا بنسبة 2.23% لتصل الى 2.64$ للتر وهوتت اسعار الغاز الطبيعي بنسبة 47.45% لتسجل 61.100$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفضت اسعار الغاز الطبيعي او الاوروبية الى مستويات ما قبل بدء روسيا تقليص الامدادات بسبب الازمة الاوكرانية ما يمنح الاملا بان ازمة الطاقة التي اكتاحت المنطقة قبل ثلاث سنوات قد شارفت على الانتهاء وسجلت العقود الهولندية للغاز الطبيعي 22.53$ لكل ميجاوات في الساعة وهو اقل مستوى منذ مايو 2021 ومنذ بدء الازمة حاولت دول الاتحاد الاوروبي كبح الطلب وتكفيف الوردات من الغاز المسال امضى الرئيس الفرنسي امانويل مكرون ساعات بلقاء مع بعض المزارعين الاستماعي لمظالمهم بعدما اقتحموا مقرى انعقاد صالون الزراع الفرنسي احتجاجا على ارتفاع التكاليف والفيروقراطية تأتي احداث الاحتجاجات بعد ثلاثة اسابيع حينما وضع المزارعون حواجز حول فريس وانحاء اخرى من البلاد لحل مشاكلهم المتعلقة من خفاض الاجور والمنافسة غير العادلة من الخارج تباطأت وطيرة انخفاض اسعار المنازل الجديدة في الصين على اساس شهري في يناير اذ شهدت المدن الكبرى بعض الاستقرار وافقا بيانات مكتب الاحصاءات الوطني الصيني تراجعت اسعار المنازل الجديدة بنسبة ثلاثة من عشر بالمئة على اساس شهري الشهر الماضي مقابل انخفاض بنسبة اربعة من عشر بالمئة في ديسمبر وتكثف الصين من الاجراءات الرامية لوقف الانكماش العقاري بما في ذلك مطالبة البنوك المملوكة للدولة بتعزيز الاقراض للمشاريع السكنية كما تجهت المزيد من المدن الكبرى نحو تخفيف القيود على الشراء لجذب مشترين للمنازل اشتركوا في القناة